السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم من جديد في قناة فريدة الشنين كنتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير في أحسن الأحوال بإذن الله وتنسوش دائما الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومحمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على فهذا الفيديو من إعلان عن لائحة المترشحين المدعوين لجياز الفحص الطبي الخاص بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية تلميذ إعوان الإغاثة على بالنسبة لإجراء الفحص الطبيعي سيبدأ إن شاء الله بتداء من 18 أبريل 2022 ويفقى هذا الجدول على الوقت هنا الجهاز زائد مكان إجراء الاختبار على بالنسبة لجهاز الرباط الصلاة والقلية مكان إجراء الاختبار هو ثكنة الوقاية المدنية تقاطع شريع ماء العينين وشريع ابن رشد الرباط بالنسبة لدار البيضاء ستات المدرسة الوطنية للوقاية المدنية شريع الحوارات ابن سيك مراكش أسفي ثكنة الوقاية المدنية باب على شريع خالد بن الوليد مراكش فاس مكناس ثكنة الوقاية المدنية حيث خاطر طريق مكناس فاس بني ملال خنيفرة مقر القيادة الجهوية للوقاية المدنية شريع محمد السادس قرب المركز التجاري مرجان بني ملال بعاتفيلات ثكنة الوقاية المدنية حيث مطار بالقرب من إعناديات المطار الراشيدية بالنسبة لجهاز الشرق تكنال وقاية مدنية زاوية شريع ولي العهد الأمير مولاي الحسن وشريع الجيش الملكي مجدو بالنسبة لجهاد ياسوس مسا تكنال وقاية مدنية تقاطع شريع مولاي عبدالله وشريع 18 نوامبير قول المحكمة الابتدائية أقادير جهاد يال طانجة طوال حسيمة تكنال وقاية مدنية زنقا سيد قطب ساحات موزار طانجة بالنسبة للمترشحي الواردة أسمائهم في جدول أسفله بالنسبة لنا كين لائحة في أسفل هذا الإعلان هنا رقم ترتيبي رقم تحان اسم الشخصي الاسم عائلي رقم بطاقة الوطنية تاريخ إجراء الفحص الطبي بقسكم تشوفوا تاريخ إجراء الفحص الطبي زاين ساعد إجراء الفحص الطبي بالنسبة للبحث يعني كين على شكل كدئي يمكن لكم تبحثوا بالرقم ديال بطاقة الوطنية أو بالاسم ديالكم بالنسبة للمترشحين اللي الأسماء ديرهم في الجدول عليهم الحضور في التاريخ والساعة والمكان محدد لهم مصحوبين بالوتائق واللوازن الآتية قصد إجراء الفحص الطبي بالنسبة للوتائق اللي ستكون تاخدوه معاكم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية خاص صورة أشعة صدرية حديثة تحميل اسم المترشح خاص نتائج ديال تحانيل ديال السكر في الدم وتكون حديثة وتحميل اسم ديال المترشح خاص جهاز الطبية كتبت عدم إصابة بأي أمراض أو عاها تضعيف القدرة البدنية على زائد كتنبيه يتوجب على المترشحين المستدعين لجهاز الفحص الطبي إدلاء بجواز التلقيح بالإضافة لهذا الوتائق ستكون تاخدوه معاكم جواز التلقيح هناك ملاحظة لن يسمح لأي مترشح لم يدلي ببطاقة التعريف الوطنية بجهاز الاختبار يعني بطاقة الوطنية ضرورية لجهاز الاختبار لن يسمح لأي مترشح لم يحضر في التاريخ والساعة المحددة له بجهاز الاختبار على بالنسبة للائحة فيها التاريخ والساعة لإجراء الاختبار الطبي على المترشحين تقايد بالتعليمات والإجراءات الورقائية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على بالنسبة للمترشحين على عدد يوجدوا الإسم ديالهم في اللائحة ديال المدعوية لإجراء الفحص الطبي على خسكم داروية تشوفوا شنوى تاريخ إجراء الفحص الطبي ساعة ديالإجراء الفحص الطبي على خسكم تحترموا التاريخ وتحترموا الساعة وتاخدوا معاكم هاد الوتائق بالإضافة إلى جواز التلقيح اللي هو داروعي هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو كنتمنى التوفيق للجميع لا تنسوش إذا أعجبكم فيديو دعمي بإعجاب للفيديو إذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة لا تنسوش دعمي باشتراك في القناة وتفعيل جرس لسيك من جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته